على أهبة الاستعداد دائما تكون الجوف حاضرة للتصدي لأي هجمة مباغتة قد تشنها الميليشيا حيث تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة مؤخرا من التصدي لهجمات شنتها الميليشيا على مديرية المصلوب وكبدتها خسائر مادية وبشرية أما في موقع العقبة شمال الحزم فقد تمكن الجيش الوطني من كسر هجوم آخر للميليشيا كانت قد شنت على موقع الزلاق الذي سيطر عليه الجيش الوطني في معارك سابقة وبحسب قائد محور الجوف فإن الجيش تمكن من التصدي للهجوم وأجبر الميليشيا على الانسحاب من هذه المناطق بعد مقتل خمسة عشر من عناصرها والاستيلاء على أسلحة وذخائر مختلفة ومع اشتداد المعارك تمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على عدد من مواقع الميليشيا في هجوم معاكس في ذات المديرية المنطقة شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة تمكن خلالها الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع استراتيجية أهمها موقع قزع النميم وبيت سنان غربي مديرية المصلوب تحقيق نتائج على الأرض بين الجيش والميليشيا له انعكاسات على الجبهات الأخرى والتي تشتد بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر